يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيامُ كما كُتِب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إخوتي وأخواتي إن شاء الله العزيز سوف يهلُّ علينا شهر رمضان المبارك شهر الروحانية شهر المُعسكر الروحاني يجب أن لا نُضيِّع هذه الأيام المباركة وخاصَّ في هذه الأيام العصيبة فالهدف من صيام شهر رمضان المبارك هو أن يتدرَّب الإنسان أن يبتعد عن كل المعاصي والآثام والذنوب لأن الذنب هو مرضٌ يُسقِم روح الإنسان كما أن البكتيريا والجراثيم والأوبئة والكورونا تُسقِم جسد الإنسان هكذا الإثم مرضٌ يُسقِم يجعل روح الإنسان مريضة فعندما تُصبِح روح الإنسان مريضة لا يُمكنُها أن تتواصل مع الله عز وجل لأن الله عز وجل قُدُّوس ولا يتَّسِع لله مكانًا إلا قلب عبد المؤمن الطاهر فعلينا أن نُطهِّر أنفسنا ونبتعد عن كل الآثام والمعاصي والذنوب حتى نحظى بإستجابة الدعاء ونحظى بلقاء الله عز وجل فالله الذي تكلم مع نساء بني إسرائيل في الماضي كلم أم موسى ومريم بنت عمران لماذا لا يُكلمُك أيها الأخ اليوم ولماذا لا يُكلمُك اليوم لماذا لا نحظى بهذه الآيات وبهذه المعجزات الله سبحانه وتعالى بعد آيات الصوم يقول وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانْ بِشَرْطٍ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي أي استجيبوا لأوامر الله عز وجل وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فإذا أردنا أن يُستجاب الله سبحانه وتعالى أدعيتنا بحق أنفسنا بحق زوجاتنا بحق إخواننا أخواتنا أبنائنا أحفادنا فعلينا أن نتصالح مع الله سبحانه وتعالى ونبعد عنا الكسل والضعف لأن الكسل لا يناسب المؤمن فعلينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بكل حرقة لأن الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَدْعُونَ اللَّهَ عزَّ وَجَلْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَدَدَرَّعُونَ إِلَى اللَّهِ عزَّ وَجَلْ فلا يُبَالِي بِكُمْ اللَّهِ سبحانه وتعالى لكن حالة الدعاء كيف كيف يمكن أن تكون لنا حالة دعاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أعلاه مع الله قليلا ما تذكرون يعني علينا أن نكون في حالة الإضطرار أمام الله سبحانه وتعالى مثل الشحاد الذي يعود ويطرق الباب مرة والأخرى حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى لأدعيتنا هذه الحالة التي يجب أن نوردها على أنفسنا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء كان يتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى اللهم إنك ترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير المشفق المقر المعترف بذنبه المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقية أن نعترف أن نضع أخطاءنا وآثامنا وذنوبنا أمامنا ونبدأ في تنظيف هذه الذنوب من خلال الاستغفار ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا